السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابتال الصف الثالث unit 8 الوحدة الثامنة اسمها the dinosaur park dinosaur معناها dinosaur park معناها حديقة ومنتظة with the dinosaur park ده اسم الملاهي اللي احنا هنتكلم عليها اليوم الفوكابلوري الموجودة ربي تفصر ميه كرارو carousel carousel ارجوحة الخيل first wheel first wheel العجلة الكبيرة او العجلة الدوارة مثل ما انتو شايفين في الصورة souvenir stand souvenir stand كشك التذكارات نشيري منه تذكار لما نذهب ليه اي مكان food stand food stand كشك الطعام ruler coaster ruler coaster ruler coaster معناها الكطار السريع وفي ناس بتسميه كطار الموت او السكة الحديدية مثل ما انتو شايفين في الصورة fireworks 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 معناها العاب نارية play area play area play area معناها منطقة اللعب منطقة الطفل بيلعب فيها لما بيروح الميه كفاية كافاية كافاية مثل ما انتو شايفين في الصورة كافاية اللي هي المقهى badge 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 معناها شعار شعار لمجموعة أو الفريق مثل الشعار اللي انتوا شايفينه حق الاهلي والآن نستكمل مع قاعدة اليوم وهي كلمة there لوحدها كده معناها هناك معناها هناك ولكن لما نضيف ليها كلمة اليوم أو كلمات اليوم معناها بيتغير there احيانا نستخدمها في past في الماضي واحيانا نستخدمها في present المضارع طبعا اليوم ما هنتكلم عن present ولو المضارع النهاردة كلامنا كله عن past الماضي شوف كده شكلهم احيانا بيجي مع there كلمة was ويجي معها كلمة where يبقى قولوا معا كده there was there were there was there were اللي اتنين معناهم كان يوجد كان يوجد تمام بس كلمة there was يأتي بعدها شيء مفرد يأتي بعدها شيء مفرد تمام الwas حق المفرد كلمة there were يأتي بعدها شيء جمع تمام هي تأخذ أي شيء جمع يأتي بعدها برضو الاتنين معناهم كان يوجد نأتي على الأمثلة examples number one there was there was a dinosaur there was a dinosaur يعني كان يوجد دينسور تمام أدي there was جته ويأتي بعدها dinosaur كلمة مفرد عشان جاء جاب لها الwas number two there was a roller coaster there was a roller coaster برضو الwas جات وجاء بعدها شيء مفرد كان يوجد roller coaster اللي هو السك الحديد أو كطار السريع اللي هو في الملاهي طيب number three there were there were fireworks كان يوجد العاب النارية كل معناه كان يوجد لكن تفرق الwas يبقى يأتي بعدها شيء مفرد الwhere يأتي بعدها شيء جمع زي ما أنت شايف كده fireworks العاب نارية جمع ندخل على negative الnegative النفي كل الحكاية there was هتخليها wasn't تزود لها النط there were هتخليها weren't برضو هتزود لها نط حاجة النفي examples أمثلة there wasn't a cafe كلمة wasn't جاء بعدها شيء مفرد مثل من أنتو شايفين a cafe شيء مفرد تمام كل الحكاية ناجبتها في النفي بس معناه ما كان يوجد cafe ما كان يوجد مقهى number five there wasn't a souvenir stand ما كان يوجد كشك تذكارات برضو نفسي كلام اهي wasn't wasn't ليه اخترت wasn't بعد there عشان جاء بعد ال wasn't كلمة souvenir stand وسouver مفرد يعني شيء واحد طيب number six there weren't any fireworks ما كان يوجد اي العاب نارية كلمة weren't هي في جاء جمع ليه علشان جاء بعدها كلمة fireworks وكلمة fireworks جمع هتقول لي كلمة any معناها ايه any معناها اي تستخدم في الجملة المنفية معناها اي ما كان يوجد اي العاب نارية ودلوقتي نتكلم على ال question السؤال مثال جملة زي كلمة there was a train there was a train يعني كان يوجد كطار there was a train كان يوجد كطار حولها لسؤال كل مرة بنقول نفس الطريقة المقص ال was تطلع في البداية there تأتي تاني شيء يبقى was there a train هل كان يوجد كطار الاجابة yes there was no there wasn't ونفس الطريقة اللي قلتلكم عليها بعد ال yes وال no بنسوي مقص there يعني تاني كلمة بتنزل اول كلمة واول كلمة بتنزل بعدها تمام وكل الحكاية ان انا زودت النوت مع ال no عشان اجابة من فيها اخر مثال there were fireworks كان يوجد العاب النارية هزي جملة حولها سؤال ال where طلعها في البداية اهو ال where حولها اطلعها في البداية كلمة where وال there خليها تاني شيء يبقى where is there fireworks هل كان يوجد ألعاب النارية نفس الإجابة yes there were no there weren't نعم كان يوجد لا ما كان يوجد والآن سنتحدث عن آخر شيء موجود في اليونت وهو الملكية وطبعا بنقصف الى كثمين زي ما نكتبهم adjectives الصفات وpronounce الضمائر ضمائر الملكية وصفات الملكية طيب ندخل على adjectives الصفات الملكية قولوا معي my book my book يعني كتابي ممكن تطبعا تستبدل كلمة book بأي شيء تاني my bin my bag my shoes أي شيء تمام المهم my book كتابي كتابي أنا تمام طيب أنا عايز أقول كتابي أنا من غير مكتب كلمة book دي ومن غير مكتب الكلمة اللي جنبها يعني تمام هتكتب كلمة mine كلمة mine يعني ملكي تمام يبقى اللي تنندل بيسوا بعض my book تمام ينفع استبدلها بكلمة mine ملكي طيب تاني شيء your book كتابك طيب أعايز أكتب كلمة كتابك من غير مكتب كلمة book هقول كلمة yours تمام طيب اللي بعدها his book his book كتابه للولد كتابه تمام مش عايز أذكر كلمة book هتكتب إيه his بس كده يعني كتابه أو ملكه اللي بعدها hair book hair book معناها كتابها للبنت كتابها طيب مش عايز تذكر برضو كلمة book أو أي شيء تاني هتكتب كلمة hers بس كده لا يأتي بعدها كلام طيب معناها ملكها اللي بعده our book كتابنا our book كتابنا كتابنا إحنا تمام مش عايز تذكر برضو كلمة book هتقول ours تمام يعني ملكنا إحنا آخر كلمة آخر كلمة their book their book كتابهم كتابهم جمع طبعا نفس الكلام اللي قلناه لو تبغى ما تكتب كلمة book هتكتب كلمة إيه theirs theirs يعني ملكهم طيب إيش الفرق بين الـ adjective والبرناون اللي وصف هذا العمود وهذا العمود كل الحكاية كلمة my your his her our there كل دول يأتي بعدهم الشيء المملوك للمتحدث عنه لكن هذا العمود اللي هو mine yours hers his hers ours theirs لا يأتي بعدهم كلام لا يأتي بعدهم شيء يعني من الآخر كلمة بتلاقي بعدها في الجملة full stop نقطة تمام وتعبر عن الملكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر